سوالة فريرة بعد المباراة قال إن الزمالك لسه عنده فرصة قائمة في اتاهل دور السمانية لبطولة دولة أبطال أفريقيا وقال إنه الفريق قدامه تسع نقاط والأمل لا يزال موجود وانتهت المرحلة الأولى من دور المجموعات ولم نكن موفقين فيها وقال إن إحنا كنا عارفين إن المباراة صعبة وقدمنا شوت تاني جيد جدا وكنا أفضل في آخر 20 ديها في الشوت الأول وقال كمان إن إحنا عندها الإمكانيات إن إحنا نكون أفضل ومش هتكلم دلوقتي عن الماضي قال كمان إن الزمالك أضع ثلاث فرص محققة للتعادل أمام الترجي وكنا أفضل في الشوت التاني قال بدأت المباراة بالتشكيل أفضل وإذا عاد بيه الزمن سأخوض المباراة بنفس التشكيل ماشي فريرة ماشي فريرة النسخة دي غير نسخة السنفات خالص ولا نسخة 2014-2015 بصراحة أنا متفاهم برضو عشان أنا مش عايز أرمي برضو اللوم على المدرب أسهل حاجة في الدنيا أرمي على المدرب بس هو المدرب ده اللي كان معها أشرف بن شاري وكان معها إمام عشور وكان معها طريق حامل وكان معها محمد أبو جاء يعني كان معها عناصر لها خبرات عديدة ما بقتش موجودة كلها بس مشي له طبعا جزء من المسئولية في نتائج الزمالك في الفتحة الأخيرة بكل تأكيد يزاله فريرة المدرب الكبير الكبير كلاما بيتغيرش هو مدرب كبير بس بيمر مرحلة مش جيدة خلال المباريات الأخيرة أو تحديدا من بداية الموسم